مباراة السوبر مباراة مواجهة بين حراس المار مباراة محمد الشناوي وحمد الشناوي شفت المواجهة دي كان كذبان فيها ومستوى الحارسين مباراة بص قبل المباراة طبعا لو انا هجينا للحارسين هتلاقي معنويات محمد الشناوي طبعا أعلى بكتير لأن من فترة بساطة جدا الأهل كذبان برابت في الكاس آه برابت طبعا في الكاس وكان فيه خطائين من أحمد الشناوي حتى هتلاقي أحمد الشناوي مبارح في الكرة العرضية ما تطلعش كتير في كم كرة كرة بالعرض ما يطلعش بس يعني بس كان الأفضل ان كان دايما بيقى في حتات خشبات حتى في واحدة طلع بالعرض وطلعها بالدماغه فقبل المباراة معنوية محمد الشناوي أعلى بكتير لأن محمد الشناوي الفترة الأخيرة بيقدي بشكل كويس مع النادي الأهلي أحمد آخر مباراة مع الأهلي خسران كاس ماصر وكان فيه هدفين يوسأل عنه ومناسبة لو تفتكر مباراة كاس الماصر دي أحمد الشناوي أخطأ في كورتين بس محمد الشناوي لو تفتكر أخطأ أيضا مزبوط بس التوفيق كان مع محمد الشناوي كان فيه لعيبة بتشيل وراه مزبوط واحمد ما كانش فيه يعني طبعا إحسين الشحات شال هدف كان ممكن تبقى 2-2 صح وفيه هدف الشرط الأول شاله عالي معلول صح